مثلت قبل مصير مشهورة طابق الخامس وكنت حقوقع كان تمثيلي مع كريس بشار وقتاً مثلت ما كنت بعدني مشهورة التمثيل كان كتير حلو أكيد جزء كبير من المتابعين شاف إلينا بمسلسل ستيليتو بس يا ترى شو المفاجأة اللي كشفتها إلينا عن هذا العمل وهل رح نشوفها بأعمال تانية؟ أنا مثلت قبل مصير مشهورة يعني رح تعملت اوديشن وعملنا كل هالأمور وبعد سنة ما نزل المسلسل أنا كبرت هالكبرة فأنا وقتاً مثلت ما كنت بعدني مشهورة كنت شخص عادي وبعدها مثلت وكنت مشهورة وهيك فنس فكرت أنه أنا مثلت لأني على السوشيال ميديا مثلت بس هو لا صار بالعكس التمثيل كان كتير حلو ما بندم علي وحلوة كتير وكانت إكسبينيس لأني حلوة لأنه دارسة هيدا الشي فبس رحت وعملت هيدا الشي كتير مبسطت فرصة كانت كبيرة أنت عبت تمثلي بمسلسل أول شين شاف بصورة كبيرة وهو ستيلت ومع نجوم كبار كعليس بشاردي ما قندلت وغيره من الأسماء الكتير كبيرة كيف كان الكواليس فو كان يصير هيك أوصص المسلسل تصور بتركية فكانت الكواليس كلها تركية كان كله تركية وكل الناس كانت يعني بس اللي بتحكي تركية حتفهم عليون وهيك وكان في حدا واحد بس بيعملنا مثل عن القصص من العربي للتركية وهيك وأكيد كل حدا كان إلو كارفان لقلوب وأكيد إي شفت كاريس بشار وديما كان ضلافت وبعد دي عبو الشقرة كلهم كنت معهم أنا وكلهم كان كتير طيبين وكتير مناح وكتير مبسطت لأنه أنا كان تمثيلي مع كاريس بشار وهي كانت كتير منيحة وصفة لقلينا لأنه عارفة أنه هيدا كان أول دور لقليها القد كبير فكانت دايما تقلي يلا براو عليك ويلا مستلي وتمام وهيكي وخاصة لأنه أنا كنت عن جد على الطابق الخامس وكنت حقوقع يعني هيدا الشي كان مظبوط مش إنه فوتوشاب أو شيء فكتير ساعدتني وشي وصفة بإني أعمل ومثل مظبوط مشهد الانتحار ما حاولت الانتحار اللي صارت هون كانوا كلهم ساعدت إليك ودعموك بي بيت ما عاد صح لك فرص أخرى بالتمثيل أو خلاص صار عندي ناس يعني صار عندي أطيبة عنه أنت على السوشيال ميديا مو كممثلة بعد هيدا التمثيل اللي أنا عملته كتير صح اللي قصص تمثيل تانية وأدوار كبيرة بس صراحة أنا ما كنت حاب بفوت فيهم لأنه عم بيعطوني أدوار دراما وهيك فأنا حاب إذا في شي كوميدي أوكي بس إذا دراما وبكي وهيك ما كتير عبالي مسلسلات عم تطلع حاليا صح لك شيء؟ ايه بشو؟ ما فيني أحكي نعم إن شاء الله ما بقدر مسلسلات لبنانية أو مشتركة أو شو؟ مشتركة مشتركة يلا رح أحصر ذاكرتي وأعرف إلى اشتركة ترجمة نانسي قناء ف wolves ترجمة نانسي قنقر